أولو جانت فيها ثاني قصور دونك فيها تلت قصور تلت قصور ولا تلت 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 تحفنية عابرة للزمن واللي هاد القصور هادي يعني صنفت في التورات يعني كتورات سنة الفين وثمانية سنة الفين وثمانتاش عفوان دونك القصور هادوما عادنا إيزلواز احا مشعلها ما يكون شغلات شغلات ايوي كما في كل مرة نقولوا انو سفريك هاد الاسامي وعيرين نعلينا انو ننطقوهم ولكن احنا نسيجي ونديرو مجهودة باش نطقوهم صحيح؟ دونك مشاهدنا القصر هادو إيزلواز واللي المعنى تعوه يعني ما قبل المغيب واللي جاي في شامل شرق واحد جانت هو قصر قديم بزاف عاتق بزاف جاي فوق هادابا ولا فوق سخور ويطر على يطل على واحة يطل على واحة دونك مريم هو تاني وجهة سياحية قديم بزاف ونقدروا نقولوا انو ما بقاش فيه بزاف فغيما بنايات ولا تريب كامل تريب كامل ما زال ناس يروحوا ليه يزوروه وباسكو دايجا جاي في انضواش بابا او قولنا يعني كتبان ريمال ناخيلة منها الناس يروحوا يشوفوا القصر هادا وممطنوا يريحوا التمام دونك هادا القصر اللولاني هادنا القصر التاني واللي هو اجاهيل اجاهيل واللي هو قصر عاتق بزاف مبني من الطين يعني مبني من الطين وهاد الحاجة اللي تمييز القصر هادا انو فيه منبع مائي وفيه تاني واحة ناخيل بزاف شباب مهم القصر هادا تاني شباب بزاف كيتلاقى الماور من السيدة جا حاجة كيك شو سيزا نالا دونك القصر هادا يعني الحاجة اللي فيه زيادة فيه انو في هادك الواحة والماء ويزيد يعطي منظر رائع اكتر واكتر والقصر التالت هو الميهان القصر الميهان واللي هو يعني اقدمه اروع القصر في جانت واللي تاني معروف بالتاغورفيد وهو نسبة الى العروش اللي كانوا عايشين التمام القصر هادا عنده اكتر من تسعة قرون بحسب يعني خبارة تعالي علم الآتار علم الآتار والقصر هادا حاجة اللي تميزه على الاخرين انو مازال شهيد روحو بغا بغا بغ القصر اللي تكرناهم الوالا راب وقالهم هذا نوع عودو رمو يعودو رمو دونك مازال شهيد روحو مازالو الجدران مازالو هكاك الكغوراف يعني الغرف اللي فيه البناياته مازال شهيد روحو ناكا واللي هما والان الناس بروفيتين من هادا عودو حيوهم ويرحو لهم ويزورهم وتاني في القصر هذا مشاهدين اللي تكرناهم إيهان يديروا فيه حتى نشاطات ثقافية وفنية يعني وبرامج متنوعة وغنية هكا باش كتروحوا انتوما تروحوا منها تزوروا تحوسوا وزيدوا تبروفيتوا من قعدات ولا من الحفلات اللي ديروهم ملتموا